اشتركوا في القناة سائلني المولى عز وجل ان يحيط جلالة الملك المفدى برعايته وهو يقود هذا الوطن الى مشارق العز والطمأنينة وخاصة ونحن نستحضر مدى التطور والجاهزية على مدى خمسة عقود ونيث من عمر هذه القوة لنجد انها الان في مصاف الجيوش المتقدمة كفاءة وتجهيزا بفضل الجهود المميزة والاراء السديدة الصادرة عن جلالته ومتابعة تحقيقها بكل حرفية واقتدار سائلني الله سبحانه وتعالى ان يحفظ جلالة الملك المفدى وان يمده بعون من عنده لتحقيق الاهداف المنشودة لحماية هذه المملكة العزيزة وشعبها الكريم وبعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الاعلى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية الى معالي شيخ خالد بن احمد الخليفة وزير الديوان الملكي مؤكدا جلالته ان هذه القوة التي نتطلع لها جميعا بان تحقق اعلى مراحل التدريب والتسليح لتكون دائما درعا لهذا الوطن العزيز مشيدا بدور معالي وزير الديوان الملكي البارز لما بذله من جهد ملموس للوصول الى هذا المستوى الراقي من الكفاءة والجاهزية لتلبية نداء الواجب الذي كان نصب اعين الجميع